كمان كل يوم التاني منتفاجئ بمفاجئات جديدة في القوائم المعلنة للمنتخبات زي ما كنت أقول لكم من شوية استبعاد المدافع الدولي الكبير سيديو راموس يعني من قيمة منتخب إسبانيا بقرار من المدرب لويس أنريكي رغم أن راموس الحقيقة ماشي بشكل كويس جدا مع باريس سان جرمان وواحد من أعمدة منتخب المتادور الإسباني لأكتر من عشر سنوات على التوالي كمان غياب منتخب إيطاليا ده اللي كنت أكلمكم عنه من شوية عفوا مش النقطة اللي فاتت فكرة أن منتخب إيطاليا بنجوم منتخب إيطاليا عاد موجودهم في المونديال شيء محزن جدا يعني كتير جدا مننا كان نفسنا نشوفهم الحقيقة في المنافسات هذا العام وطبعا ما ننساش نجم توتنهام ومنتخب كوريا الجنوبية هيونج سون اللي فاز بالحزاء الذهبي في الفريمير ليج الموسم اللي فات لو حضرتكم تفتكروا وكانت الحكاية دي مناصفة مع محمد صراح برضو هو كمان اتعرض لإصابة مع فريقه وبالتالي فرص لحاقه بالمونديال أصبحت صعبة جدا لكن اللي حصل الحقيقة أنه هو تم ضمه لقائمة المنتخب وده بحزافيره اللي حصل برضو مع ساديو مانيه اللي تم ضمه هو الآخر لقائمة المنتخب السنغال رغم إصابته ولسه الحقيقة محدش عارف نسبة مشاركتهم هما الاتنين مع منتخباتهم هتكون قدية عامة كلامنا عن المونديال لسه أكيد مخلصش وعندنا فقرة حوارية أورى حنفصص فيها كل المتعلق بهذه النسخة من المونديال